وصور على باج فيسبوك ديوانة فام وتسمعونا أيضا على سيت ويب ديوانة فام بوان نت وكذلك على شين يوتيوب ديوانة فام من الفقرة الافتتاحية على وجه الفضل المشي والفقرة الموالية كالعادة مجموعة من الأخبار التصريحات المنتخبة نرجو عليهم بالتعليق والتحليل والنقاش في فقرة رتروي فيزور مع الزميلة ابتسام شويخة رتروي فيزور ابتسام مرحبا بك مرحبا بك محمد مرحبا بخليل عباس سرحان شيخاوي والحبيب بعجيلة وطبعا بكافة متابعي ومستمعي إذاعة ديوانة فام نحن زد بش نحكيه على حادثة نفق يا سرحان ولكن بش نحكيه أساسا على الرسائل اللي كانت وجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد والأخبار اخترني له عنوان حادثة نفق سعيد هناك وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه رئيس الجمهورية البارح قيس سعيد كان التقى بوزير الداخلية توفيق شرف الدين وقال أنه كانت ليه معاينة للمنزل اللي كان موجود فيه النفق بالمرسى بالقرب من منزل السفير الفرنسي وجه عدد من الرسائل بما فيها كما قلنا منذ قليل هناك جملة من القراءة اللي تدل على وجود تدبير إجرامي وقال أيضا أنه تونس قوية بمؤسساتها وبفضل تمسك شعبها وحكاية على محاولات البعض اللي وصفها باليئسة لضرب المؤسسات وتوظيفها لخدمة مصالح من يقف وراء الستار وبرشة رسائل أخرى نسمعها مع بعضنا لا يمكن لمن دبره أو يحاول التدبير والتنفيذ أن يصد إلى مبتغاه بالمس من مؤسسات الدولة أو بالمس من علاقاتنا مع الأصدقاء والأشقاء ومن يتصور أنه يمكن أن يبث الفتنة أو يضرب مصالحنا أو يزايد ويكذب ويفتري هؤلاء سيكشفهم الشعب وسيكشفهم التاريخ ولكن في كل الأحوال لن يصلوا إلى مبتغاهم إذن فقط محمد التذكير بلاغ وزارة الداخلية اللي قالت فيه نتم تعهيد مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعاينات والتسخير الفنية اللي لازم بالتنسيق مع نيابة العمومية وأنه الموضوع ذي يحظى بمتابعة من أعلى مستوى هو طالما هبط رئيس الجمهورية لعين المكان هذا دليل على أنه الأمر جلل الأستاذ قيس عيد رئيس الجمهورية يقول هناك محاولات يائسة لضرب مؤسسات الدولة خليل عباسش كون حبي يضرب مؤسسات الدولة وكيف نفهم رسائل رئيس الجمهورية في لقاءه يوم أمس بوزير الداخلية هو طبعا اللقاء كان على هامش الحادثة هذه اللي صارت وهي حادثة خطيرة جدا يعني من حيث الشكل على الأقل في انتظار أنه نفهمه شنية يعني تفاصيل القصة هذه والحيثيات لأنه هناك محمد أكثر من رواية وفي نفس الوقت هناك تكتم كبير من وزارة الداخلية حول الموضوع معناها ما تماش معلومات متاحة إلى حد الآن هذه مسألة معناها اختيرة لأنه ثم رواية تقول اللي ثم إمكانية بتاع ممكن عملية استهداف لسفير الفرنسي في تونس هناك قصة أخرى تقول لك اللي ممكن العملية مرتبطة بعملية بتاع بحث عن الأثار وهذه جدا قصة معناها نحنا نعرفه في تونس اللي هي معناها وفي منطقة كما المنطقة دي كما هيش غريبة لأنفاق البحث عن الكنوز والأثار إلى آخره وهذا ويرد ثم في القسطين الغريب في الأمر أنه ديما تلقى عنصر متشدد إذا كان محاولة لاستهداف السفير الفرنسي تلقى عنصر متشدد إذا كان محاولة البحث عن الأثار هناك كذلك العناصر هذومة لأنه يستعمل لك البخور والجاوي والحاجات فإلى حد الآن توم الثميش معلومات واضحة حول القصة ولكن أنه رئيس الدولة يتنقل هو رئيس الحكومة يتنقل وزير الداخلية يتنقل فهذا يدل على الأقل على أن الدولة التونسية معناتها اتعاملت معناها على أعلى مستوى وتعاملت طريقة جدية مع الحدث هذي اللي يمس علاقتنا بالفرنسيين هذا هو أنجروه في انتظار أنه ناخذ معلومات المتاحة والدقيقة أكثر من عند وجود الداخلية حبيب عشيلة هل كانت مقنعة الرواية المتعلقة بالعنصر المتشدد بالنسبة لك؟ لا هي لحد الآن لم تثبت أي والإضافة هو أنه تدوينة وتغريدة السفير الفرنسي الذي يعتبر أن الأمر يتعلق بشركة إشاعة وشركائها كما قال هو في التغريدة امتاعه أنه احنا نقوله لثم يقضى أمنية وأنه أمننا مشاه في الوقت وثبت وشاه هذا أمر مهم يعني مش خائب أنه بعد ما صار كل شيء واكتشفنا أنه ليش حكاية كبيرة أمننا يخرج ويقول أنه راهوا اكتشفنا اللي الأمر عادي البارح احنا نسمعه في نقطة ساخنة مع سعيد زواري أكد على أن العملية على ما يبدو ونحن على أرض الواقع ليست بما بالخطورة التي نتصورها ولا تبدو فعلا أنها والي حاب يستهدف السفير الفرنسي يعني لهذه الدرجة معناها يختار الطريقة الأصعب نفق وأشياء من هذا القبيل يعني فيكون فما مخطط إرهابي تنفيذه نعتقد على الأقل في تقديري ربما قد يكون بشكل آخر وأن كنا طبعا دائما نؤكد ونقول وربي يحمي بلادنا وربي يحمي كل ضيوف تونس المقيمين فيه ثم إن تنقل سريع لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والوزيرة الأولى دليل واضح على أنه الأمر تمت السيطرة عليه بسرعة يعني لو كان عملية إرهابية بالحق ومخطط لها وكذا لن تتم عملية التمشيط إلا في وقت معناه بعد وقت طويل وربما وجود رئيس الجمهورية هناك سيكون بمثابة معناها الخطر الحقيقي ذهاب رئيس الجمهورية غادي بش يطمن بش يقول راه قواتنا الأمنية فايقة نمالة كي تتحرك وتحركها مشبورة نمشي ونلقيوا عليها القبض ثم نخرجوا للناس ونقولونهم اللباس علينا أمورنا مريقلة بحول الله مش نخرجوا لهم ونقولهم ثمش كون يتأمر هون ما فقناش به طوى ما رعوا مزال مزال الحفرة هذه الدل على أنه ثمش معه أخرين بش يحفظ لكن الرئيس كان واضح حبيب عجيلة حذر من محاولات موجودة على أرض الواقعة وصفها باليائسة لضرب مؤسسات الدول عندما نحبط عملية إرهابية في وقتها ومشينا للحفرة وسكرناها وفقنا بها وطلعت تقريبا مش حفرة إرهابية على ما يبدو وسفير فرنسا نفسه قال لا باس وكلام فارغ ومجرد قبل ما يخرج بلاغ وزارة الداخلية ثم يأتي رئيس الجمهورية ويقول لا ثم زيدي ثم ثم سياسيا يخدمنا ولا ما يخدمناش اقتصاديا يخدمنا ولا ما يخدمناش يا حبيب وانت تعرف جيدا وانه يفترض رئيس الجمهورية لا يلقي الكلام على عوهنه رئيس الجمهورية ينطلق من تقارير رسمية من معطيات رسمية من اللي أكد انه أنا وياك ما نعرفوهش إذن عليه أن يأمر وزير الداخلية مباشرة بعد إحباط هذه العملية إذا كانت بالفعل ضمن مخطط إرهابي أن يأمر وزير الداخلية بشي عمل ناد وصحفية ويفصل أشكون تآمر على البلاد عام وعامين وشكون حفر وشكون عمل النفق وشكون عمل السيمان وعلاش بش يقتلوا السفير والواه وشنوه الهدف في لآخره ويجاوبنا وبعد نرجعوه زادا يجاوبنا على الظرف المسموم وبعد نرجعوه يجاوبنا على البقات وبعد نرجعوه يجاوبنا على ليسافر للخارج بش يخطط لاغتيال رئيس الجمهورية بالطريقة هذه وقتها الدولة تكون واضحة ودقيقة وتكون المسائل أما أنه نبقى بالنسبة لي قد تكون المسألة برمتها حبيب بعجيلة زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل لا أدري لكن أنا إذا كان نحب نحلل المسألة سياسيا بعد أن لم نسمع تحليلها تقنيا وأمنيا فمعنى ذلك أني نقول هذه جملة من الصراعات اللي قادة الدور في البلاد قد تنعكس بهذا الشكل صرحان شيخاوش هو أشوف المسألة دي يعني التحليل فهم شايف يزوز مسارات المسار الأول يتحدث على المعنى السياسي أو طبع السياسي المسألة وهو استهداف السفير الفرنسي المعنى الثاني هو البحث عن الأثار لكن يبقى أثار أو كنوز لأنه تعدد في هذا الإطار لكن المسار الأثار كنوز نجم تكون لكن المسار الثاني تقديري خاصة ورئيس الجمهورية أغلقه تماما عندما تحدث رئيس الجمهورية على أنه فم عملية جرامية تستهدف أصدقائنا هو خرج يطمن في الأصدقاء إذن هو يتحدث عن عملية بمعنى السياسي ما هوش بمعنى البحث عن الكنوز والمقلق في هذا أنه بيان وزارة الداخلية بيان عام جدا وكلام رئيس الجمهورية هو كلام دقيق جدا وكأنه في زوز دول ما نشفي دولة واحدة وزارة الداخلية تحكي في حكاية ورئيس الجمهورية يحكي في حكاية أخر نجيه للمعطى الثاني المعطى الثاني هو السفير الفرنسي كذب الرواية السياسية بكلام مضخم شوي وبعض الصحفيين الفرنسيين اللي هم معروفين أنا مقراب بسفير هذا من بينهم الصحفي اللي يخدم في اللوبوان موجود في تونس كذبوا المعطى هذا بطريقة فجة جدا وهذا يحين إلى مسألة أخرى أنه فرنسا فيما وسائل علام فرنسية تعاطت مع الخبر بشكل سخر هذا هو هذا الإشكال محمد أنه الصحفيين الفرنسيين أو بعد حتى العناصر السياسية الرسمية الفرنسية عندها معلومات أكثر منها نحن توانسا وهذا يرجعنا الحوار الوطني اللي ما كناش في بيننا به والفرنسيس في بينهم الحكومة اللي ما كناش في بين اباها والفرنسيس في بينهم يعني هم والله سابقين في مستوى المعلومة والتحليل أكثر مننا بكثير هذا معطى مقلق جدا أنا تقديري الخاصة وكان على رئيس الجمهورية وكان على وزارة الداخلية ممكن يخرجوا يخرجوا بتقرير واضح وسريح فيه المعطية الكل فيه معنى ما حدث وما يخليوش حتى مساحة للتأويل وللإشاعة لأنه طوال إشاعة كثرت بشكل كبير جدا والتحليلات مشات في كل المسارات تقريبا وهذا روي يذر بصورة تونس بشكل كبير جدا حتى أن ورئيس جمهورية روف فما مشكال كبير ياسر في خطابه حتى كيخرج يخرج يطمئن في الخارج ولا على الباله بالداخل رسائلوا كل موجهة الخارج وما طامنش توانسا لتوانسا طوى احنا اثناش مليون توسي كل واحد عنده رواية لما حدث وما فما حتى زوزة وانسا متفقين على رواية واحدة الملاحظة صغيرة حتى الخارج ما طامنش وعدم طمئنة الخارج فيها مشكلة حتى انعكاسات اقتصادية بالله احنا على أبواب موسم سياحي يتعلق برأس السنة مثلا أنا جدينا بورتكو معناها اشكون بش يحجز في تونس بش يعدي رأس العام هنا من اوربويين اذا كان رئيس الجمهورية يقول ثم من يتآمر على امن البلاد واللي صار اليوم هدايا دليل على انه ثم نسخط يعني مثلا ماش طمئنا بالعكس انا خطاب رئيس الجمهورية اكتشفت فيه نوع من التحذير هو بصدد تحذيرنا بان البلاد على حقل الغام حقيقي معناها فعلينا النعيب هذا الحقل قولنا عليه خلنا ردوا بالنا من عدونا الآن احنا روخ طلطت علينا السبل الرئيس الجمهورية يحدثنا منذ عام ونصف على اعداء الى حد الان لم نعرفهم حتى سياسيا معرفناش مشدش ناس الى حد الان تقريبا يبدو ياسين العياري واتلا في كرامة هما الصف لول وبعد عطينا الثانين عطينا الثالثين عطينا الرابعين بش ناقفو معاك في هذه المعركة ضد العداء اللي ولات يبدو لي تآمر بالحفر والانفاق نازلنا موصلين في برنامج هوناتور سنرجع لك بعد قليل ابتسام شويخة مباشرة بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا تونس هنا تونس نص نهاره 47 دقيقة ما زلنا موصلين حتى للماضي ساعتين في برنامج هوناتور سنذكروا ان اضيفنا بعد قليل في ساعتنا الثانية في فقرة الحوار القياد في حزب الطيارة الديمقراطي هشام العجبوني ايضا بعد قليل يكون معنا الزميل سعيد زواري في نقطة ساخنة وايمن معتوك في تحقيق الاسبوع في فقرة افير نون كلاسية لكن اقبلها ذا ما زلنا موصلين في فقرتنا الثانية في برنامج هوناتور ريتروفيزور مع زميلة ابتسام شويخة حبيب اشرت منذ قليل قلت وتسألت شكونوا عدونا عنا عدو اليوم مش في تونس فقط بل في المنطقة هذا المارض الذي ينظر بتطورات قد تكون خطيرة في المرحلة القادمة وهذا هو خبارنا ثاني ابتسام شويخة خبارنا ثاني محمد نحكيه على المغرب والجزائر وبعد مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين على الحدود بين السحراء الغربية وموريتانيا رئيسة الجزائرية تهبت بيان تنص فيها العملية هذه للمغرب وتقول انه حيثية الحادثة تتمثل في قصف استهدف شاحنة الجزائرية تجارية اثناء تنقلها بين العاصمة الموريتانية واكشوت ومدينة ويرغلا جنوب تزير دون ان تحدد الموقع الدقيق اللي وقع فيها القصف واعتبرته حسب نص البيان بالعدوين الوحشي نص البيان هذا اللي يجئ في ختامه بانه اختيالهم لن يمر دون عقاب حقيقة محمد المغرب لم يرد بشكل رسمي على الاتهامات الجزائرية وان كانت وسائل اعلامة دولية احكيت على مصادر ما ذكرتش هويتها تقول المصادر ذي نفي الرباط شن قويتها العسكرية اي غارات جوية سواء داخل الجزائر والموريتانيا في حين نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر مطلع يقول ان كانت الجزائر تريد الحرب فالمغرب لا يريد ذلك من جهته محمد الجيش الموريتاني يصدر بيان في حدوث اي هجوم داخل الاراضي الموريتانية وادعا في نص البيان ايضا الى توخي دقة في المعلومات والحذر في التعامل مع المصادر الاخبارية اللي مشبوهة واحنا محمد نذكر فقط انه تواتر العلاقات بين الجزائر والمغرب ما كانش وليد البرح وما هوش جديد نذكر انه في قوة الماضي الجزائر كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ونذكر ايضا محمد انه الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون حكي يوم الاحد الماضي وقرر عدم تجديد عقد استغلال خط انبيب الغاز اللي زود اسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب المغرب اللي قالت انه القرار هذي لن يكون له سوى تأثير ضئيل على اداء نظامها الكهربائي المحلي والهنى محمد الكثيرية مشت التوجهات في علاقة بالشأن الوطني انه هل بش نرى مبادرة اليوم تونسية هل سترعب تونس ربما الدور الوسيط لتهديقة العلاقة بين الجزائر والمغرب صحيح خوي اليوم الامور ما تعجبش في المنطقة في ظل هذا تصعيد الخطير خاصة من قبل الجزائر لأنه الامور قد تؤدي الى حرب بين الطرفين هو المقلق محمد مقلق بشكل كبير جدا انه النجم تتكرر بشكل حرفي تقريبا بين المغرب والجزائر خاصة وانه في المنطقة هذا الكل ما فاماش شخصيات سياسية وازنة يمكن تقرب وجهات النظر بين الزوزد والذوب وتذيب الجليد على الاقل هذه مسألة خطيرة جدا ونجمه في الايام القادمة وفي الاشهر القادمة لقوات دولية موجودة على حدودنا لفضل المعارك الموجودة بين الجزائر والمغرب فقط في ملاحظة على الدور التونس يبدو لي انه تونس لن يكون لها اي دور لانه تونس استفت عليش مناش اصدقاء احنا للجزائر والمغرب ويبدو لي انه المغرب لن يقبل بوسطات تونسية لانه يصنف تونس حاليا في محور الجزائر والشخصية او الدولة التي ستلعب دور الوسيط يجب ان تكون دولة محايدة تقديرا لا يمكن ان نلعب دور الوسيط لانه تونس استفت في المستوى السياسي بشكل واضح وصريح مع الجزائر وهذا يخلينا تقريبا محمد على هامش الفعل في هذه المنطقة ننتظر التدخل يعني دول اخرى وازنة وشخصية اخرى يمكن ان تلعب دور الوسيط لكن تقديري الخاصة انه عملية تقريب وجهات النظر حاليا فاتها الاوان تقديري خاصة انه نحن مقبلين على معركة خطيرة جدا بين المغرب والجزائر الاسف حبيب عجيلة تسعيد هدهي نجم يوصل لحرب لمواجهة مسلحة بين المغرب والجزائر ماذا يخفي هذا الصراع اليوم هل هناك طرف مخطئ في حق الاخر اما انه اليوم فمش يحكي صراحة على مؤامرة قولك اليوم فما جهات ما قد تكون صهيونية قد تكون جهات دولية لها مصلحة في حرب بين الجزائر والمغرب لها اجندة كاملة شابهة بما حصل في السودان وتقسيم السودان شابهة بما حصل في الشرق الاوسط وازمة الشرق الاوسط المتواصل على امتداد عقود امتدنا الكل اللي تمتد من ما يسمى الشرق الاوسط كله الكبير هده اللي يمتد من غرب اسيا حتى نوصله الشمال افريقيا في عالمنا العربي ثم ترتيب جيو استراتيجي جديد الدول العربية القطرية التقليدية لم يصبح لديها تصور مشترك قبل كنا نتكلمه عن نظام الرسمي العربي كان نتكلمه على تسويات بين النظم العربية في اطار الصراع بين الشرق والغرب يعني بين المعسكر السوفيتي والمعسكر الامريكي وكان عندنا رؤية عربية مشتركة لتمسني للمسك ثم مربعات نفوذ معلومة تونس معلومة مع الغرب والاخرين معلومين مع الشرق اليوم تبدلت العملية اليوم عندنا الاتراك هنا في المنطقة عندنا فرانسيس عندنا الامريكان عندنا الخليجيين عندنا الروس والشنوة ترتيب جديد للمنطقة كل واحد يحب يخو بايو والكيان الصهيوني طبعا طرف أساسي لحدات الأخيرة في الجزائر اتهمت الجزائر مباشرة الطرف صهيونية بتشغيل معناها الخلافات العرقية داخل ولا يخف على حد أن الجزائر منزعشة ومتقلقة برشا من التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني والجزائر عندهم حساسية كبيرة من مسألة التطبيع وإدخال الصهاينة إلى المنطقة بالنسبة للجزائرين اليوم مشكل كبير تماما وهذاك علاش الجزائر كان موقفها معناها خلينا نقوله أنا متيقظ وسريع لردة الفعل بعد اللي صار في تونس بعد 25 جهيد خوفا من أنه تقع ترتيبات جيوستراتيجية أخرى ويكونوا على حدودها المصريين والإماراتيين اللي عندهم معهم مشكلة وبالتالي وبالتالي في غيابها الرؤية العربية المشتركة ياسيدي خلينا من رؤية العربية المشتركة رؤية مغاربية مشتركة نستطيع فيها أن تحدد كل دولة موقعها ولكن في نفس الوقت تأخذ بعين الأعتبار الشراكة المغربية لأنه مش من مصلحتنا أن تندلع حرب في منطقة المغرب العربي اللي صار في سوريا واللي صار في اليمن والأوضاع المتفجرة في لبنان معناها تهدد المشرق العربي بحريق حقيقي إذا كان يتحل حريق آخر في المغرب العربي فمعنى ذلك أنه العالم هذا ذهب في ذمة التاريخ أتمنى أنه يكون فما واسطات وضبط نفس وتوصل لحل ما لأن الحرب بين الجزائر والمغرب ما هيش في مصلحة المنطقة ومش في مصلحة البلدين ومش في صالح المغرب العربي هذا الفضاء الكبير الحلمة الكبيرة اللي للأسف بسبب الصراع الجزائري المغربي تقريبا أصبح حاجة هولمية أصبح مجرد صارب شكرا للزميل ابتسام شويخة كانت هذه فقرة رتروفيزور لليوم